الثانية من هذا الكورس المميز أهميتين مصطلح باللغة الإنجليزية نحتاج المصطلحات حتى تطور لغتنا الكتابة والقراءة كما قلنا والمحادثة لهذا السبب ركز جيدا معي من الآن لتحفظ من أول مرة سوف نكرر جميع الكلمات خمس مرات لكل كلمة بصوت مرتفع نكتبها بالكراس والقلم وأيضا نقوم بإجراء الاختبار في نهاية هذه الحلقة لهذا السبب استعد جيدا وهي لنبدأ في الحلقة الثانية من هذا الكورس مصطلحنا لهذا اليوم Ask Around Ask Around Ask Around أقرأ معي Ask Around Ask Around Ask Around Ask Around ممتاز Ask Around بمعنى Ask Many People The Same Question أسأل الكثير من الناس نفس السؤال Ask Around يسأل نفس السؤال يسأل العديد من الناس وراح نشوف الأمثلة ونطلع عليها ونحفظها جيدا أوكي خلن نبدأ بالمثال الأول I asked around but nobody has seen my wallet I asked around but nobody has seen my wallet سألت هنا وهناك ولكن لم يرى أحدا محفظتي محفظتي جيد؟ إذن خلن نقرأها خمس مرات أنا وأنت لهذه الجملة الآن I asked around but nobody has seen my wallet I asked around but nobody has seen my wallet ممتاز الروح المثال الثاني وهدفنا نحفظ مئة بالمئة جميع المعلومات والكلمات في هذه الحلقة ركز جيدا The best way to find a good mobile is to ask around أفضل طريقة للعثور على هاتف محمول جيد هي أن تسأل من حولك أو تسأل هنا وهناك جيد؟ خلن نقرأ الجملة خمس مرات الآن The best way to find a good mobile is to ask around The best way to find a good mobile is to ask around أقرأ معي The best way to find a good mobile is to ask around The best way to find a good mobile is to ask around وآخر مرة The best way to find a good mobile is to ask around ممتاز قرأناها خمس مرات الآن خلن نسأل مراجعة سريعة لهذا المصطلح وأهم الأمثلة المرت علينا Ask around ومعناها لازم تكون الآن تعرفها المثال الأول I asked around but nobody has seen my wallet Wallet محفظك كما قلنا I asked around but nobody has seen my wallet جيد المثال الثاني The best way to find a good mobile is to ask around نقرأها المرة الأخيرة Ask around I asked around but nobody has seen my wallet المثال الثاني The best way to find a good mobile is to ask around ممتاز لخصنا هذه العبارات وهذه الحلقة أما الآن استعد جيدا للاختبار سوف نسوي اختبار أربع أسئلة تجاوب على هذه الأسئلة وتكتب لنا جميع الأجوبة بالتعليق حتى انمر عليها ونصحها حتى تستفاد أنت واستفاد الآخر ونحقق هدفنا أن نحفظ من أول مرة جيد؟ السؤال أول Fill in the following blank أملأ الفراغات التالية عدنا فراغ هنا وعدنا فراغ هنا أملأ هذه الفراغات أقرأ الجملة The best way to find a good mobile is to around جيد؟ أكتب الإجابات بالتعليق الآن أكتب سؤال أول والإجابة جنبه الروح للسؤال بعد السؤال الثاني Translate from Arabic to English عدنا جملة باللغة العربية ترجمها للغة الإنجليزية كيف نقول باللغة الإنجليزية؟ أفضل طريقة العثور على خاتف محمول جيد هي أن تسأل من حولك كيف نقولها باللغة الإنجليزية؟ اكتبها الآن في كراسك وأيضا اكتبها بالتعليقات حتى تستفاد أنت ويستفاد الآخرون وتحقق الهدف اللي نسعى من أجلك أما السؤال الثالث Read aloud اقرأ بصوت مرتفع اقرأ هذه الجملة وهذا طبعا راح أنت اللي تصحح نفسك اقرأ الآن جيد إذا قرأتها بالطريقة اللي راح أقرأها آني فأنت قرأتها صح وإذا قرأتها طريقة مغايرة احفظها بالطريقة الصحيح كرأها خمس مرات بصوت مرتفع إذا قرأتها هكذا فأنت صحيح وإلا كررها خمس مرات نروح للسؤال الرابع والأخير بهذه الحلقة Write the following word اكتب هذه الكلمة أو هذا المصطلح اللي راح أقول عليه الآن اكتبها حتى تعرف الإملاءاتك حفظتها بالإملاء الصحيح أو لا جيد ask around اكتب ask around في كراسك وفي التعليقات حتى تستفاد منها أنت والآخرين ونتأكد أنه أنت حفظت الإملاء الصحيح للكلمة ask around هذا كان عندنا السؤال الرابع والأخير بهذه الحلقة أتمنى تكونوا استفدتم كثيرا من هذه الحلقة إذا واجهتكم بعض الصعوبات بالأسئلة راجعوا الحلقة مرة ثانية حتى تأكدوا من حفظها لأن دائما هدفنا هو نحفظ مئة بالمئة من هذه الحلقات من أول مرة جيد وانتظرونا بالحلقة القادمة راح يكون عندنا مصطلح جديد add up to هذا راح نشرحه بالتفصيل نأخذ عليه أمثلة مصطلحات مهمة جدا جدا باللغة الإنجليزية لازم تتعلمها من شخص أو معلم حتى تأخذها بشكل سهل وبسيط ونفس الوقت ما تنساها أبدا هذا سبب هدفنا نحفظ من أول مرة مئة بالمئة فانتظرنا في الحلقة القادمة إن شاء الله مع المصطلح الجديد وشكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تأتيكم الدروس تباعا كل يوم إن شاء الله شكرا لكم على المتابعة انتظركم بالحلقة القادمة